اشتركوا في القناة لانها المشهورة عالميا مدينة الههم شيفا الاسطورة تقول ان شيفا قضع الرأس الخامس لالههم الآخر براهما شايفين الهند فيها عشرات الالاف من المعبد لكن معبد واحد مخصص للاله براهما اليوم المغامرة بتكون في مدينة بوشكر المدينة اللي فيها المعبد هذا رغم ان التصوير في المعبد ممنوع المدينة معبية بحاجات غريبة لازم نستكشفها مبعض لكن اخر حاجة كانت تقطر علي بالي انها حينتصب علي وانا داخل المدينة وانا داخل كان في بوابة استقاف تدعي انها تابعة للدولة وتاخد في فلوس من العابرين صاح المبلغ صغير اقل من دولارين لكن توجه بعد سألت اهل بوشكر هذا كان ردهم عندما اخذت في البشكر تسألتني انتصابي 20 روبيس لماذا؟ وقت دوري حاجة إلى البشكر محبوك في بوشكر بوشكر بوشكل 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 نعم، يجب عليك، لكن ليس أنك يجب عليك نحن نتنصب علينا جدًا ونا طالعت هنا نتمشى من الهوستل لقيت جوفيرنا من الهوستل جوفيرنا، لماذا؟ هل تخبرني ماذا هذا في عملكك؟ هذا لديكا نعم، لدينا جزء من الهوستل ونقضي نظام لديه لأنني أخبرني عندما يكون هناك فقط يكون هذا لذلك لا يمكنني أن تقوم براجع شيء لذلك لذلك يمكنني أن تقوم بها لذلك أخبرني هذا أريد أن أفهم المطلوب من المطلوب لماذا يوجد المطلوب؟ أين يمكنني أن أجده؟ تجده في مطلوب من المطلوب لذلك الكثير من المطلوب الموضوع المنتظر موضوع الأبقار هل هي يتبروها آلهة وليش حنشوفوه بعدين بعدين مع الساعة 4 كتوا نديروا جولة في المدينة وبعدين نتلاقوا مع قوفيرنا لدي البحيرة المقدسة ونرى الطقوس التي سيقوم بها حسنًا أراك في المدينة أراك في المدينة ما قال لي؟ قال لي أن يوكل في الغربان ستلاحظ أن الهندوس يهتم واجد بتقديم الطعام للغربان لأنهم يؤمنوا بأن أجدادهم ردوا للحياة لهيئة الغربان فلما يوكلوا الغربان كأنهم يوكلوا في أجدادهم موسيقى 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 هنا تمشق المدينة الفت انتباهي المبنى هذا عرفت أنه مسجد مع أنه موجود عليه أكثر من قبة ولكن يأتيك الإحساس عندما ترى التصميم المريح وترى اللون الأخضر وترى مكان هادي فهنا ليس فقط الهندسية ولكن ستجد الإسلام موجود صح أقلية المسلمين في المدينة ولكن موجودين زي باقي الهند ستجدهم موجودين موسيقى ولكن موجودين في المدينة موجودين في المدينة ولكن موجودين في المدينة سألتم ماذا يبيعون؟ أول شيء يبيعون في شيء اسمها بالعربي معنى كفتة البطاطا موسيقى جربونا بعضنا بسم الله وبعدنا نقول لكم لا يوزعوا فيها مججرة بسم الله بطاطا مع روسة وضعوا معها كاجو مدلعينها مدلعينها لا يوزعوا فيها أي شيء لا كاجو الحكاية فيها وفيها بازيلة المناسبة المناسبة أن بالصدفة نحن موجودين في الوقت في عيد من الأعياد اللي يحتفلوا بينها حرفياً هو العيد متع الكايت الطائرات الوراقية تلقى الأطفال يلعبوا بطائرات الوراقية لكن القصة وراء الاحتفال هذا أن الهندوس يحبوا يقدموا وكال إلى أجدادهم اللي ماتوا مرة أخرى تقديم أكل الأجداد اللي ماتوا ماذا يديروا؟ يحطوا الصور متع أجدادهم ويحطوا الأكل اللي يحبوا قدامهم التقليد هذا ليس موجود بس عند الهندوس تلقاه في أينحاء ثانية حول العالم موجود حتى في المكسيك عندهم حاجة اسمات ديا دي روس مويرتوس نفس الشيء بالضبط هنا تمشي لقي تجمع أظم يوزعوا في حاجة مجانة هذا لسانس كرانتي؟ نعم، سانس كرانتي حسنا، سانس كرانتي أيضا نعم مجاناً يعطوا في حاجة اسمها فانا بكورة عبارة عن فلفل حار ماذا؟ مغلف، في دقيق ومقلي حاجة هندية واضحة، فلفل حار ماذا؟ ليس موضوع كان أحد يقول لك ميديوم أعرف أنت سوبر حسناً، يكفينا حاجات مجانية لننشعه بشكل ما ننشعه حلو رجستاني البنك كيك الأمريكية لكن علي طريقة رجستانية مشورة بها مدينة بوشكر هنأخذوا مع بعضنا حاجته اسمها مالفوة المالفوة هي هبارة عن تحلايا مالك المحل فخور بي قال لي المحل امتقنا من 1921 وهو الأول في مدينة بوشكر المالفوة هي هبارة عن تحلايا صنوعة من حليب مقلي لكن كيف ينظر؟ يأخذ الحليب يطبخوا وعادة الحليب يكون حليب بقرة وحليب جموس واحدة من اثنين توا ما يستعملوا في حليب الجموس لأنه كثيف أكثر يكون غليظ بعد ما يطبخوا يأخذوا الحليب هذا يضعوا في الزيت ينظر على شكل دائرة تشبه البنك كيك وبعدها يغطسوا ويغمسوا في مية السكر يأخذوا مسكر طعمت حلوة جدا مالفوة بعشرين روبيع يعني حوالي ممكن ثلاثين سنت نفس السكر اللي نصبه علينا ونذهب لداخله بيه المدينة بحق مالبوة بسم الله جيد طعم غريب شوية العملية اللي صايرة انها هي قوامة متاحها كثيف وفيها حفر الحفر هذه تشكلت في الزيت قطر قادر قطر قادر قطر مية السكر أصدقائي اللي عنده السكر بعد الشر ما لا نصحاش انه يجرب المال بوه بس الشيء كويس انها كميات صغيرة يعني انت هتاخد قطعة واحدة أنا المت 104 3 5 كان نفسه، كنا نحوظه ماتش ميكنغ، وهو عادة تلقوها في الهند لذلك عندما يجعونهم، أولاد صغير الطفل جديد يرجعون أولاد من الأول هذه يقولون آله، آله من هذا أولاد للبنت هذه ماتش ميكنغ لكن لمن أشكي هؤلاء يسجلون أحد المتوفين في كتاب خاص بالوافيات قال أولاد هذه، كنا نحن نحفظه شيء لا علاقة بالولادة وبالزواج لان شئ لا علاقة بالموت حسنًا تعرفت على الشباب هؤلاء عندما يتمشوا في الشارع يشربوا في الطائرة الوراقية وقالوا يطايروهم قالوا يطايروهم يطايروهم فارج عليكم كيف يطايروهم موسيقى نعم عش arbe essentially لا يجب أن اح다면 انت متحصل هو وأشياء انت ذ acesso يلا تكيب بس هل أطلقوا بروايق اطلقوا بروايق هي اصحاب الجب semua لكن تكون قدرام كمقائق لكنها كلاما بلايزة مشكلة لاحقا بلاعمر بلايزة مصلة بلايزة المتده يقاو من الجواسد بلادر من الجواسد نعم أنا أمريك في هذا المسمى هذا هو المسمى هذه المسمى حسنًا الحسنًا شرحة أمينا أمينا كل من المنطقة كل مكان المستمرة في كل مكان هناك أمينا في النهاية العثور في السرعة حسنًا 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 وعطة شرحة حسنًا جيدة عملية جيدة 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 اسمك؟ اسمي زراحة ريستا حالياً هو يعتقد اني أنا نبي ندير الشيادة لأن أقرب الأجانب لما يجوه يبقى يديره في المباركة فأنا قلت له أنا حابب أن ينصورك فهو في البداية يقرف الحاجات تمتعاتهم بعدها يأخذ الأسم واسم الأب واسم الأوم لذا أريد أن أرى كيف تفعله أرى كيف تفعله؟ أعطيك 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 النظام الهندي عبارة عن كاس تشبه التقسيمات في المجتمع مثل طوائف ولكن ليس طوائف دينية هي طوائف اجتماعية فعدة طوائف ما هي كاستك؟ أعطيك هي راتشبوت مثل شاتريا راتشبوت هذي الكاست المتاعه هو طبعا الكاستات هذين عندهم مراتب اجتماعية ومراتب عند القوم لكن واحدة من الكاستات الكاست هي برامن وهما الناس الدينيين أنت برامن هو برامن هو برامن فبريست كما يقول قصيس لأنه برامن كيف تحدثت برامن؟ ما يحدث؟ برامن كما يجعلني برامن وشكل مصر وشكل مصر فبريست وشكل مصر فهو برامن فهو برامن وشكل مصر وشكل مصر موسيقى هذه هي الهولي كو في الاندية الكثير من الناس يأتي للمشيء للمشيء و هذه الناس يأتي كل يوم هنا يأتي للمشيء 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 إذا كنت أعطى للمشيء في المنزل كل الناس يأتي للمشيء موسيقى 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 بحيرة بوشكرا التي تعتبرها مقدسة لديها 52 قات موسيقى المدخل الذي يدخل إلى هذه البحيرة تدخلها من أماكن واجدات في المدينة و ستجد عند هذه القات هذين الناس يجب ان تمارس فيا الشعائر الدنيا transparent موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 في نظام الصيانة الهندي للسيارات هذين الله أعلم بأخر مرة دارون الصيانة الله أعلم قبل ألف سنة منظر ساحر هذي علي فكرة ثالث كابل كارنر كبير قبل كي ركبت واحدة في لبناء والثانية كانت في أوكرانيا وهو الثالثة في الهند هذين شكراً على الكابل كار جميلة شكراً 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 فاندم في المآبد هنا لازم تحول حذاء متاعك تدخل شكراً 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 جميلة لقد فقم يساعد شكراً إننا لذ collaborations listen نkelt اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة